السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نشرح لكم أحد دروس لسفيته في الثانية عدة هذه الدورة الثانية اسم الدرس وهو الوراثة عند الإنسان كلمة إغيديتة تعني وراثة عقل عليها مزيان في هذا الفيديو سوف تكملوه معي حتى الأخر وتركزو فيهم زيان باش تفهموا هالدرس مزيان حيث هذا الدرس فيه بزاف المفاهيم جديدة لكم والمصطلحات اللي سوف يكون معقدة واحد شوية ولكن إلا القصة سوف تقدر تسوي بهم زيان وتهضمها ماشي غير تفهمها أول كلمة بادخصة فيما في الدرس وهي كاركتاخ أو الصيفة شنو كنقصدو بيها؟ القصفة المثال تالي باش تفهم زيان مثلا انت عندك واحد نف عريب وانا نفي طويل وخاف الواقعيني فيما طولش ولكن المهم هذي كنت تسمى صيفة انا عندي واحد صيفة اللي هي نف طويل انت عندك صيفة اللي هي نف عريب انا شعرك حل هذي صيفة انا شعرك زهر هذه الصفة هذه الصفة بكل بساطة ثم بعد ما فهمتشنية كاركتاخ خاصك تفهمشنهما الكاركتاخ إغيدي التاخ الصفات الوراتية يمكننا نمثلو هذي كاركتاخ إغيدي التاخ بالورت مثلا ان تتلقى واحد شخص وورته واحد ضار ولا شيطه موبيل من بباه ولا من عائلته نفس القضية بالنسبة للصفات الوراتية هي كاركتاخ أو الصفات كان وورتها من والدنا ولا من عائلتنا الصفات هذه كتنتقل من جينيراسيو للجينيراسيو أخرى من جيل للجيل كتكون عدنا دير عناسانس من الخلق يعني من اللي كانوا تقول دوحنا يكا باشار وهو ما عدنا دوك الكاركتاخ إغيدي التاخ اللي وورتناها من والدنا ولا من عائلتنا بالإضافة لها شيء خاصكم تعرفوا أن هذي الكاركتاخ إغيدي التاخ كين قسموا الجوج دليتيب وخاصكم تعقلوا عليهم زيان كين الكاركتاخ دو الإسباس إغمان كيتسمو أيضا بلكاركتاخ سبيسيفيك وكين الكاركتاخ دو الإنديفيدي نبدأ بلكاركتاخ دو الإسباس إغمان بالعربية كيتسمو الصفات ديال النوع البشري قبل لا نشرح لكم هات الصفات النوع البشري ستكون بعدها تعرفوا واحد جوجد الكلمات شنو كي يعني أولا كلمة أنديفيدي أنديفيدي كتعني فرض أنا مثلا فرض أنت فرض هي أنديفيدي هو أنديفيدي احنا كونا أفراد ديز أنديفيدي ولكن كونا كنتمو الوحد النوع واحد كيتسمى لسباس إغمان النوع البشري كونا بشار أوكي إذن إلا عرفتي أن لسباس إغمان كتعني النوع البشري فالصفات ديال النوع البشري بكل بساطة هي صفات كتميز النوع البشري أو للإسبيس إغمان على بقية الأنواع الأخرى مثلا للحيوانات وكمثال على هذا اللي كأكتر للإسبيس إغمان كالقومة مثلا للعامود الفقاري كولان فيغتاب غال كنا كبشار لدينا العامود الفقاري كنا كبشار لدينا دو زيو كنا لدينا فم واحد كنا لدينا كاتخمان بخل هيربع الأطراف جوش درجلين جوش ليتين يربع كنا كمشيو على دو جمب جوش درجلين هادو كولون ممكن تسمعوا دي كاركتر دو الإسبيس إغمان إدنا كاملين كبشار أما بالنسبة لكاركتر انديفيدويل اللي هي الصفات الفردية فهي الصفات اللي كتميز كل فرد على آخر من نفس النوع من من المام اسمي أنا انديفيدويل ولكن كاركتر اللي عندي أنا ما عندك شنطايا وخحنا بجوجنا بشار أنا نفي طويل انتاني في كارد طبيعا الحال حتى هاد الكاركتر انديفيدويل كيكونوا ويراتيين كيكونوا إغدي التاخ ممكن مثلا إلى ولد أنا ولد ولا بنت يخرجني في طويل بحالي أمتي وخاف الواقع نفي ما طول مهم وكمثال هاد الكاركتر دو الإنديفيدو كالقول كولور اللي هو اللون كتلقى مثلا اللون البشرة او اللون دي الزيو والذي الشعر وهكذا كتلقى العطاعي لا فورم لا لغجور لغروب سنجا اللي هي الفصلة الدموية هاد الكوالهم كيتسمى دي كاركتر انديفيدويل صيفات فردية كتمييز كل فرط على آخر من نفس النوع حتى الآن نكونو تعرفنا على الكاركتر اغيدي التاخ كيف حال الكاركتر ديال اسبوس ايمان ديال الانديفيدويل ديال الكاركتر كي تسمى بالكاركتر اكيز الصفات المكتسبة ما هي الكاركتر اكيز بكل بساطة هي دي موديفكاسيون او دي كاركتر كنكتسبوها بغل انتراكسيون مع الانفيرومون ديالنا بالتفاعل مع البيئة أو المحيط ديالنا مثلا إذا كنت تعرضو الشمس مثلا كنت تبرونزاو غذيتغير لنا اللون ديالجلده ديالنا كنتي مثلا تبيض وتعرضتي للشمس الواحد متطويل واذا هذا اللون اللي اكتسبته واذا هو صفة ويراتية لا حيث ما وردتيش من وليدك واذا هذا اللون سيورته ولدك لا وبالخصوص إذا تزوجتي ما عاشئون تلحتي بيضا ستولد ولد بويد وخانتها تبرونزاوتي مثلا كنتي كتدير لزيكزيغسيس ديالاموسكولاسيون تتلع بالحديد والعضلات ديالك كبروه واذا تشيكياني ان هات الصيفة ديالاموسكولاسيون اللي اكتسبتها واذا ولادك غير يورتوها لا حيث هي غير صيفة مكتسبة فقط ودبا قد نتعرفوا على لغبغ جينيالوجيك شجرات النسب شجرات النسب هي هذه اللي كتشوفوها قدامكم كتكون ديرها بحلش خطاطة على شكل شجرات فيها مجموعة من الرموز والخطوط هات الشجرة هذي كان متلو على مستواها لزان دي فيديو ديالشي فامي موئينا كان قبطوا واحد لفاميكو لها بجدودهم بولادهم بحفيدهم وكان متلوهم على هات الشجرات النسب لماذا كان متلوهم على هات الشجرات النسب في الغالب كي كل غرض من تمتيل ليلهم على هات الشجرات النسب هو ليتود ديالشي كاركتر اغيديتته كنشوفو من خلال هات الشجرات النسب كيفاش كتنتقل الصيفات الويراتية عبر الأجيال في هات الشجرات النسب كيفاش نتقل الصيفات مثلا من الجد لعند الحفايدة ولا من عند الآباء لعند أولادهم وحفايدهم اذا باش نمتلو لزان دي فيديو ديالشي فامي معينا على الأغبغ جينيالوجيك كنستعملوا مجموعة ديالي سينبول راهماشي رموز اللي بغايدير اي حاجبو تتطيرها غديرها كنين دي سينبول ستنظر متافقين عليهم بشكل عالمي كنستعملوهم في أي أغبغ جينيالوجيك خسكم تعقلوا عليهم زيان لهم هادو مثلا لفام كنرمزو لهم بدائرة لزوم كنرمزو لهم مربع لفوتوس كنرمزو لهم معين فوتوس هو حاميل دايجا شرحتو لكم في الترصدير لغو بخوديكسيون شلون بالنسبة للتوأم الحقيقي اللي كيكون إيدانتيك كيفاش توأم حقيقي؟ يعني كيكون لدينا واحد جوج الأطفال متطابقان دوم نفس الصيفات الويراتية كنقول عليهم فري جمو أو لا جموء إيدانتيك توأم متطابق إلا كنوا دكور كنرمزو لهم بعد شكل هذا في المربعات إلا كنوا إينات كنرمزو لهم بنفس شكل ولكن كنبطل المربعات بالدوائر بالنسبة للإخوة كيكونوا فيهم ليفخاخس السوق يعني الإخوة والأخوات دكورو إينات كنرمزو لهم بعد شكل هذا ال�دوائر كي عبرو إلى الليسوق المربعات كي عبرو إلى ليفخاخ اذا كان يكون cars quix فتح اختاقها مما نجعل ؟ نجعل بناء دائرة غير مربع والدائرة 制ق النجاح ولكن نجعل الرقم مثلا نجل إينات مثل نجل السوق نجل السوق نجل مربع الائخ نجل مربع الاسخ نجعل المربع نجعل ربعة فياق نجعل كذلك نجعل مرسل المساحة لن يج لد نجل الشجرة طويلة بالنسبة الازواج نرمز لهم بهذه الشكل. نرمز لهم مربع و قدامه دائرة و نرمز لهم بخط يمع هكا أو لا هكا. هذا يوجد مغياش و تزاوج. مثلاً إذا كان لدينا واحد الرجل مصاب بشي مرض ويراتي نرسم مربع و نرمز لونه بالكحل. كان لدينا واحد المرأة مصاب بشي مرض ويراتي. شمالة إغيذيتا. نرمز لهم دائرة و نرمز لها بالكحل. هذا الشيء اللي شرحت لكم الآن هو السيمبول اللي كنستعملهم في جارة النسب. ولكن باش تصاوب هذا العبغ جينيالوجيك الشيفامي معينة. ستكتلتزم بواحد القواعد. الأساسية باش تفهم هذا القواعد و في نفس الوقت. تحرف كيفاش كنصاوبه العبغ جينيالوجيك لأي عائلة بغينا. حكز معايا في هذا المثال التطبيقي تالي. كيف ما كتشوفو هذه عائلة. الجينيغاسيون الأولى هي اللي كيكونو فيها الجرون بارون. أقلو لهذا الملمون مزيان. الأجداد كيت تعتبرو الجينيغاسيون الأولى. إذن عدنا بغناخ و عدنا مونيك. تزوجو و عطاولينا ناطالي و كارين. ناطالي و كارين. لمن كينتاميو كينتاميو الجينيغاسيون التانية. أوكي. ناطالي طلقت مع فخانك وتزوجات به. و كارين طلقت مع أوليفي وتزوجات به. ناطالي و فخانك أطاولينا آليس و طوم. ناطالي و كينتاميو الجينيغاسيون الثالثة. أما كارين و أوليفي. أطاولينا ثلاثة ديال الأطفال. حتى هما داخلين في الجينيغاسيون الثالثة. أوكي. حتى نرسمو شجرة العائلة و شجرة النسب ديال هاد العائلة هذي. نحتاج نلتزمو بعض القواعد. القاعدة الأولى كتقول لك حط كل جينيغاسيون. فسترب وحدها. بشكل أفوقي. مثلا. هاد الجينيغاسيون ديال. كالتعتبر هي الجينيغاسيون الأولى. فيها بيغناغ و فيها مونيك. إذن غادين نجيو حنا الورقة ديانا. غادين متلو بيغناغ بمربع. و غادين متلو مونيك اللي هي أنتا بدائرة. غاد نربطو بيناتهم بواحد الخط. هذك الخط كي يشير للتزاوج أو لانينيو. أوكي. هاد بيغناغ مع مونيك. أعطو لنا ناطالي و كاغين. بجوجهم إنات. غادين ديرو دائرة ديان ناطالي. و غادين دائرة ديال كاغين. كاغين و ناطالي هما إخوة. إذن غادين نربطو بيناتهم. بالرمز للإخوة اللي كيكون بهتشكل هذا. الآن نديرو خط كيي يجمع ما بين ناطالي و كاغين من الفوق. و هذك الخط ضد عند بيغناغ. أم مونيك اللي هما بباء. لهم الأباء ديالهم. بالنسبة لناتالي تزوجت مع فخنك. فخانك داكر إذن غادين لو مربع. و غادين ربطوه مع الدائرة دناتالي. أما كاغين فتزوجت باوليفيا. أوليفيا داكر حتى هوا غادين لو مربع. و غادين ربطوه مع الدائرة دكاغين. بالنسبة لفخانكو ناطالي والدو جوجد الأطفال اللي هما آليس وطوم آليس ونتا غنديروا دائرة طوم داكار غنديروا مربع طوم وآليس كيتا تابرو خوت إذن غنجمعوا بيناتهم بنفس الخط اللي كان مطلوبين الخوت كنديروا خط كي يجمع بيناتهم من الفوق وهذاك الخط كيمشيل عند الأباء ديالهم بالنسبة لكاغينو أوليفي والدو ثلاثة الأطفال جوجدو كور يعني غنديروا جوجد المربعات وانتا واحدة غنديروا دائرة واحدة غنجمعوا بيناتهم ثلاثة بنفس الخط كيف ما كتشوفوا وفي الأخير غنديروا ذلك الخط لعند الأباء ديرهم دابا درنا رموز لائلة كاملة ولكن ما زال ما كمناش خاصنا دابا نرمزوا لكل جينيغاسيون بوحدها بليشي في غما بالأرقام الرومانية بالنسبة لجينيغاسيون اللولة اللي فيها بيغنا غومونيك غنرمزوا لها بالجيل اللول برقم واحد روماني باتشكل هذا كنحطو رقم خهاد البلاصة هذي قلو مزياد الجيل اللي غادي يجي من بعد اللي فيه ناطالي وكارين وأوليفي غنرمزوا له بالجيل الثاني يعني رقم جوج روماني الجيل اللي غيجي من بعد اللي فيه طوم وآليس وهيغو الاخيري كنرمزوا له بالجيل الثالث برقم ثلاثة روماني ودابا خاصنا نرقمو لزان دي فيديو ديال كل جينيغاسيون الأفراد ديال كل جيل مثلا الجيل اللول فيه جوج الأفراد إذن غادي مشيوا لبيرناخ غنكتبوا واحد غادي مشيوا للمونيك غنكتبوا جوج تحت منه غادي مشيوا الجيل الثاني غنكتبوا واحد تحت من فخانك وجوج تحت من ناطالي وثلاثة تحت من كارين وربعة تحت من أوليفي هتشكي يعني أن الجيل الثاني ديال هاد الائلة فيه ربعات الأفراد فيه ربعات ديال لزان دي فيديو أما الجينيغاسيون الثالثة فيها خمسة سنرقموهم كلهم من نفس الطريق من كل ندابة نديرو شير رموز إصطلاحية كتشير لشي صفة وراثية كتنتقل ما بالأفراد ديال هاد العائل مثلا لون الشارع كتتعتبر كاركتر إغيدي التاع كتنتقل عبر الجينيغاسيون إلا مشينا مثلا لابخوميار جينيغاسيون لاندي فيديو آن اللي هو بغناخ القولون ديالشارو أشقر اللونو بليموني إلا مشينا لاندي فيديو دي ملنا لابخوميار جينيغاسيون اللي هي مونيك غلقو شارعك حل اللونو مثلا بالجري إلا مشينا لادوزيام جينيغاسيون لابخومي اندي فيديو أو للاندي فيديو آن اللي هو فرانك غللونوه بالصفر حيث الشعر أشهب بلون أما ناتالي فشعرها قوي غللونو الدائرة ديالها مثلا بالبوني كارين اللي هي لاندي فيديو دخوا من لادوزيام جينيغاسيون شعرها أشقر بحال بغناخ غلونوه بالليموني أوليفية شعرو كحل غلونوه بالجري إلا نزنعو تاني لادوزيام جينيغاسيون لاندي فيديو آن اللي هو آليس اللي هي آليس عفوان شعرها أشهب غلونوه بالصفر طوم شعرو بوني غلونوه بالبوني لاندي فيديو دخوا من لادوزيام جينيغاسيون شعرها أشقر غلونوه بالليموني لاندي فيديو كاتخ من لادوزيام جينيغاسيون شعرو قحل غلونوه بالجري لاندي فيديو سنك من لادوزيام جينيغاسيون شعرو بوني غلونوه بالقوي بعد شكال أن نكون سرينا هذه الخططة ولكن بقى لنا واحد الحاجة مهمة اللي هي المفتاح ضروري المفتاح هذه اللي كولوغ هادو اللي استعملناهم خصنا نحطوهم في المفتاح ونكتبو قدامهم اسمياتهم لماذا؟ حيث هادو غير ألوان سطلاحية تقدر مثلا تكون تايا ديار الخضر هو البوني ما عندكش البوني فلا تروزا شنو غدير تبقى بلاش؟ بعد يتدير مثلا الخضر في المفتاح وتكتب قدامه باللي هو البوني باش هادو غير يجي قرار الخططة ديالك غير يفهم باللي الخضر رحو البوني اوكي؟ عادية بالنسبة للرموز اللي استعملناهم حتى هيك نحطوه في المفتاح هنا في هذه الخططة استعملنا التزاوج واستعملنا الرمز ديال الاخوة نحطوه في المفتاح لابد نزول آخر محوات نفذ الفيديو اللي هو المالادي إغيدي التاق الامراض الويراتية الامراض الويراتية بكل بساطة هي دي مالادي كتنتقل من جيني غاسون أخرى بحالها بحال الصفات الويراتية غير هي أمراض وصفة مرض كتنتقل من والديك ومجدودك ومجدودك وكمثال لهذا المالادي إغيدي التاق كان لودالتونيزم اللي هو عمل ألوان عمل ألوان هو واحد المرض يجعل الأشخاص اللي مصابين به غير قادرين باش يشوفوا بعض الألوان يعني كيشوفوا ألوان وألوان أخرى ما كيشوفوهاش وكين أيضا سيندروم دو داون متلازمة داون متلازمة داون كي تخلي الأطفال يكون عندهم تقريبا نفس الملامح بهذا الشكل وكيكونوا عندهم بعض الأحيان خالل في الدهن ديالهم يكون عندهم واحد النقص في القدرات العقلية ديالهم وكين أيضا المهق اللي اسمته بفرنسية الألبينيزم الألبينيزم أو للمهق هو عبارة عن جموعة من الأمراض الويراتية اللي كتجي نتيجة تغييب واحد المادة اسمتها الميلانين هاد المادة هذي كتكون هادة في الجسم هي اللي كتلون جلدة ديالنا والشعار والعين ديالنا إلى آخره فالناس اللي فيهم هاد الألبينيزم ما عندهمش هاد المادة وبالتالي كيكونوا بويض بزاف والشعار ديالهم بيض بزاف وعينيهم محتموا من فيهم شلوان كيفاش كمن مثلو هاد الأمراض الويراتية على لعب جينيالوجيك كم من مثلوها باللول الكحل مثلا شوف معي هاد المثال التالي إلي عندنا أونسة في!!!! فيها مراد ويراتي كاللونه الدائرة ديالها بالكحل إلي عندنا أدار في مراد ويراتي كاللونه المردى دياله بالكحل عندنا مثلا في الجي ن皆さんو الاولى تراوح التزوج مع بمجوجيطة لما فيهم مراد مع مونيك اللي فيها مراد ويراتي أعطوا لنا في مراد التانية اللي هي ناطالي مفيكاش المراد ولجين مرت بمراد ويراتي جوج مع سارة سارة مفيكاش مرت ويراتي أعطوا لنا لينا وبولم مفيهمش أمراد ولكن في زوج غوتان مع لينا أعطوا لنا ثلاثة ديال الأطفال في الجينيغاسيون التالثة بطبيعة الحال اللي هما كيفلة كريستينا وبيروس كريستينا وبيروس فيهم أمراض ويراتية وكيف الله ما فيه فعليش ه amigos التي تزوج معنا عطاولنا من الأطفال فيهم مرض ويراتي وخي ما أنهم ب carved حيث هذه الويراتية وخي مايكي نفسها من واتبتين الذين مترموحوا وخرجوا في ابنんです همج�ше ؟ الآن من البيض نسممهم أمراض ويراتية المرض الويرتي ممكن تِيرته من والدك وممكن تَيرته من بنفسك وكي ترى بزاف في التزوج العائلة فاش كيكونوا عائلات كي تزوجوا بيناتهم كي ترى عندهم الأمراض الوراثية بشكل كبير إذن فاش كنساليو رسم ديال لغبغ جينيالوجيك كنديرو الروموس بطبيعة الحال في مفتاح وكنديرو مربع كحل كنكتبو من تحت منه أم آتا يعني رجل مصاب وكنديرو دائرة كحل كنكتبو تحت منها مرأة مصابة كنديرو مربع خاوي كنكتبو منه أمسا يعني رجل سليم وكنديرو دائرة خاوية كنكتبو تحت منها فام سين يعني أنت أو المرأة سليمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر